السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم على العمليات اللي اخدناها في ساكاشن الجراحة قبل ما نبدأ الحديث عن موضوعنا النهاردة وكالعادة حبيب ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يا رب ينصرهم ويخفف عنهم ويرحم موتاهم ويشفي مريدهم ويصبر قولهم وقلوا بنا يا رب احنا ان شاء الله هنتناول ايه؟ هنتناول العملات الجراحية ازاي نعمل العملات الجراحية الانديكيشن بتاع كل عملية ايه؟ الكمبيليكيشن والبري والبوست أوبراتف تكنيكي اللي في كل عملية تمام؟ طيب هنتكلم على سوابت هنتفق على سوابت في البداية وبعد كده ان شاء الله هنتهي بالسبيشيال تكنيك بتاع كل عملية تمام؟ الموضوع ان شاء الله بسيط العمليات كلها اللابراتومي يعتبر فالموضوع ان شاء الله ايه؟ ما تتلوش يعني منه خالص طيب نبدأ عشان منذها شوقت اول حاجة مراجعة سريع اللي احنا اخدناها في محاضرة اللابراتومي احنا بنقسم الابدومين بتاع الحيوان ليه ثلاث مناطق تمام؟ المنطقة الاولانية اللي هي اسمها ابي جاستريك المنطقة دي كلها بعد كده عندي المنطقة الوسطانية اللي اسمها ميزو جاستريك وبعد كده عندي المنطقة التالتة اللي هي تحت هنا اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها الهايبو جاستريك تمام؟ طيب انا بقسمهم بايه؟ بقسمهم باميجنري لاين تمام؟ اللي هو عبارة عن لاين تخيولي كده بعيني بيبدأ من لسترب أمشي مع لسترب كده أوصل للسترب التاني إذا أنا كده عملت إيه عملت أول خط أسمت جزء فوق اسمه إيه بي جسرك وعندي جزء تحت اسمه إيه ميزو جسرك تمام ده الخط اللي فوق طيب الخط اللي تحت كده من عندي تيوبر كوكسي تمام هاشيد ده خط تاني بعيني كده تمام هيقسم لي إيه هيقسم لي البرت اللي هنا ده وي البرت اللي تحت اللي هو إيه الجزء اللي هنا اللي هو الهايبو جسرك وعندي اللي فوق هنا اللي هو إيه اللي فوقه على طول اللي هو الميزو جسرك تمام يبقى أنا كده عندي ثلاثة ريجون ريجون الأولاني اللي فوق هنا كده اسمه الإيبي جسرك وهنا عندي الميزو جسرك وهنا عندي إيه الهايبو جسرك تمام طيب عشان أبقى سبيسيفك أكتر شوية بشد برضو خطين طوليين كده الخط الطوليين دول الخطين الطوليين دول على امتداد الانجوينل تمام الميدل بتاع الانجوينل ليجامين بشد من هنا خط كده هتلاقيه على مستوى التيتس بتاعة الحيوان لو انا واقف كده بعيني تمام على مستوى التيتس بتاع الحيوان الطولي كده هشد خط وهنا برضو نفس الفكرة هشد خط فهيقسم لي الموضوع ده البطن الست مناطق تمام اولي الست اريا تمام كده الست مناطق دي كل واحدة ست بولفر عملية معينة تمام كده طيب احنا براجع مع بعضه كلام ده اخدناه في المحاضرة الاولانية في اللابراتوم تمام كده احنا قسمنا البطنة هي في برضو عندي الصورة دي انا قسمتها بالمنظر ده شدت من اللاست ريب خطة هو قسمت الريجون الاولانية وشدت خط تاني من عند التيوبر كوكسي قسمت برضو عندي الميزوجستريك والهيبوجستريك تمام يبقى انا كده عندي تلاتة ريجون تمام دي ودي ودي طيب هسحب خط تاني قلنا من الميدل انجوينل ليجامينت من تحت كده الغيط فوق على مستوى او على مستوى التيتس تمام كده وبرضو نفس الفكرة اصاده واحد تاني هيعمل لي ايه هيقسم لي تسعة مربعات تمام كل مربع منهم هو سوتيبول فور ايه فور سبيسيك سيرجيكال اوبريشن تمام كده طيب الكلام برضو موجود هنا هنسحب الخط الاولاني يبقى اول حاجة عند اللاست ريب اول واحد والتاني واحد عند ايه تيو ولكوكسي كده انا هقسم لي ثلاثة ريجون الابيجستريك اللي هي الكرينيال ثارد ويه الميزوجستريك اللي هي الميدل ثارد وعندي الهيبو جستريك ريجون اللي هي الايه الكودال ثارد تمام كده طيب بعد كده سحبنا من الميدل بتاع الانجوائينا الليجامنت بريل تول ايه اللينيا قلبة هنقسم ايه هنقسم بطن الحيوان ليه تسعة مربع تمام طيب هقسم اول حاجة منطقة الزفويد منطقة الايبيجستريك ريجون اللي احنا قسمناها دي بعد ما شدينا الخط الطولي ده من الجنب اليمين اللي وخط الطولي من جنب الشمال اتقسمت عندي لتلاتة ايريا تمام التلاتة ايريا دي عندي في النص كده عندي الزفويد كارتليج نهاية الاستيرنام تمام هلاقي ايه هلاقي الزفويد ايريا تمام منطقة مثلثية سوتبول فور ايه فور جاستيروتومي تمام هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله فور جاستيروتومي ومين والسبلينيكتومي تمام كده طيب يبقى هنعمل فيها عملية الجاستيروتومي في المنطقة دي وهنشاور عليها الصور بالتمام وبعد كده عندي الليهيي بنحية الشمال في الحيوان فيها اه اوا الهيبو كندريك بردو نفس الفكرة تمام معية спرينيكتوم فبالتالي ايه ممكن اعمل منها اه واخنا نعملها منها نعملها من الزيفويد ايه طيب بعد كده عندي association الهيبو كندريك بردو نفس الفكرة او رايت هيبو كوندريك هنا ليفت هيبو كوندريك تمام؟ الليفر زي ما احنا عارفين موجودة في طيب بعد كده عندي اللي هي في نص بطن الحيوان اللي اسم شوارنا عليها من شوية هلاقي فيها ايه? هلاقي فيها الامبلايكال اريا تمام؟ تمام كده? وعندي الليفت بار اه لامبر اه الليفت لامبر اريا تمام؟ تمام؟ تمام كده؟ والكيدني طبعا احنا مش هشتعل عليه طيب احنا عملتنا كلها في اللينية قلعة تمام كده? طيب ترمي ده. عندي بعد كده الهايبو جاسترك ريجن. الهايبو جاسترك ريجن دي اللي هي المنطقة اللي تحت عندي فيها تلات مناطق تمام؟ او انا بالتالي هي تقسمت لتلات مربعات لما انا شدت الخطين الطولي والخطين العرب تمام كده؟ طيب المنطقة اللي في النص اسمها بريبيوبك اريا. البريبيوبك اريا دي سوتيبر فورسيستومي تمام؟ وهيستيركتومي في مين؟ في في فيميل تمام كده؟ في فيميل ها؟ مهم من الموضوع ذه. طيب عندي لفت ال opinions الياك اريا وعندي الراية ان جوينل او الياك اريا تمام؟ دي سوتيبر فورسي orchestرة في الميل تمام كده؟؟ صيصة تومي طيب موضوع بسيط طيب اي تكنيك في الانستيجيا تمام؟ اي تكنيك في الابراتومي يحتاج الانستيجيا تمام كده؟ اسبت عندي الانستيجيا المكتوبة هنا دي حشان ما معجش كل شوية 140 كمش يحفظ احنا الفيت ودي زيلازين تمام اذا بري وبعد كده ادي اندكشن بالكتامين وي اكمل بالطيب وبنتال عشان اعمل في حالة دوك تمام كده طيب ممكن اكمل بالكتامين في حالة الكتامين برضو في حالة دوك ممكن اكمل بالبروفول زي ما اخدنا في الانستيزيا كل واحد ايه يحط لنفسه جدول او يحط لنفسه سكيمة يمشي عليها دي بس كمثال اه لو حد احب يستخدمها هي موجودة اه وصحيحة ان شاء الله طيب بالنسبة لي البري اوبراتيف تكنيك يعني قبل ما اعمل عملية جراحية انا مفرض اعمل ايه مفرض اعمل شوية هندل للحيوان اول حاجة اعمله فاستينج تمام الحيوان يبقى صايم تاني حاجة اعمله المنطقة دي اشيل الهير اللي موجود في المنطقة دي لان طبعا عارفين الهير صيد كويسة جدا جدا للنمو بتاع البكتيريا تمام وطبعا بيشيل ديربتس وحاجات وقرف يعني فبالتالي لازم اشيله خالص بعد كده اوش للمنطقة دي بي الووتر وي صابون بعد كده اعمل بعد كده اعمل بالايطايا الالكوحول بعد كده احط بوفيدين ايودين ابدأ من النص والف دايرة وانا طالع لبرة كده زي ما درسنا تمام وبعد كده اعمل ايه ابدأ احط بقى لسيرايل تاول اللي هي مفتوحة من النص عشان ابدأ اشتغل تمام كده طيب دي اول حاجة عندي البست اوبراتيف كير دي برضو سابتة في كله طبعا البري والبست دول سابتين في كلهم معادة اضافات هنقولها في بعضهم تمام بعض الحاجات بيبقى لها حاجات اسبسيفك في البست والبري هنقولهم ان شاء الله تمام في كل عملية طيب البست اوبراتيف كير العامة بشكل عام هتعمل ابدومي للبندج تمام هتحط بندج فيه المنطقة دي عشان الحيوان ما يقربش منها وعشان كمان ما يحصلش انفكشن والكلام ده هاد ادمنستيريت ليه سيستيميك انتيبيوتيكش طبيعي جدا عشان انفكشن في حالة الخيول هتعمل ادمنستيرشن ليه انتيتتانيك سيروم تمام مكتوب الجرعات هنا بالنسبة لي الاكوانوي الدونكي وعندي برضو لازم ديلي دريسنج للوند بالبوفودين ايودين تمام اغير على الجرح كل يوم وبعد سبع لعشر ايام هعمل ايه هريموب ليه بتاعتي طيب الكمبليكيشن اللي ممكن تحصل في اي عملية لبراتومي عندي اول حاجة هيمورش شيء طبيعي جدا اي عملية جراحية فيستيوليش ممكن يحصل عندي فيستيولة انكورسيريشن العضاء تطلع برها تمام وعندي الانفكشن طبعا ممكن يحصل الانفكشن وانسيشن الهيرنية تمام وعندي السبكات ابدوميلا الانفيزيما وعندي الوند ديهيسنس او ديهيسس تمام ان هي تفك الجرح يعني تمام وعندي اوبوست بوريتيف سيرومة تمام كده دي الكمبليكيشن دي الحاجات اللي انا قلتها دي الوقتي كلها ثابتة في كل العمليات تمام كده طيب في اضافات هنقولها في كل على دول تمام كده طيب اول حاجة مهمة جدا ومالتريكات المهمة جدا اللي بيبصولها هم في الامتحان ان انت تمسك ومش بشكل عام قصة مش مش مهم الامتحان مهم بشكل عام في 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 العامات الجراحية بتاعتك مسكة المشرت لازم تبقى صح تمام عندك اول حاجة المشرت بيتمسك بالمنظرة تا كده لو انا هفتح فيه الاسكن من بره عشان اعمل ايه عشان اعمل نوع مميز جدا من الانسيشن اسمه شارب وان شارب قط وان شارب قط انسيشن ليه بقى انا باسحب سحب واحدة افتح طبعا ليه ستروما ولس مش عارف ايه وكل حاجة تمام اسحب سحب واحدة من فوق تمام من المنطقة اللي انا هفتح فيها واسحب وادوس بالاندكس الصبع الاندكس بتاعي تمام على المشرت زي ما انتم شايفين هنا كده بالمنظر ده وابدأ اسحب سحب واحدة بس تفتح لي الجل تمام سحب واحدة بس مافضلش ايه اقطع واشرط هي واقسية سحب واحدة بس ايه وان شارب قط تمام كده طيب دي بقى الطريقة دي اللي هي بعمل بها ايه بفتح بها بقى ايه الاورجان بقى بعمل بها ستاب انسيشن تمام ليه بقى ليه انا قلي بالمشهر بالمنظر ده عشان خاطر الشارب اه الشارب بوردر ما يجيش على الاورجان اللي هي موجودة جوه يعمل لي مشاكل فيها تمام كده طيب يبقى مهم جدا الموضوع ده عشان بيبصوا عليه في الانتحان يعرف ان انت فاهم ولا داخل تأمل اي حاجه خلص طيب اول عملية معنا ايه نهاردة هي ايه الجس تراتومي الجس تراتومي انا هافتح حتةفي الاستومك يا اشيل föوري مبادي تمام انا ليه بفتح في الاستومك ما هو ايه يعني اكيد فيها حاجه من جوة يا ممكن اعمل ايه اشيل ان هافتح جس تراتومي ت законч Matt saat 06 بس تركز في حالة التيومر والألصر إن أنا أعمل حاجة اسمها جستريكتومي تمام؟ يعني هقطع حتة جستروتومي أوتومي يعني أفتح إنما إكتومي يعني أقطع تمام؟ مهم الموضوع ده طيب برضو نفس الفكرة لو حصل الجي دي في حالة الجي دي في برضو هتبقى خطوة من خطوات العلاج بتاع هذه العملية تمام؟ أو هذه الحالة طيب البوزيشن بتاع الحيوان دورسل ريكمبانس تمام؟ كده هحط الحيوان على ظهره وأبدأ أشتغل في منطقة الأفدومين اللي هي إيه؟ اللابراتومي تمام؟ طيب إحنا دلوقتي هنعمل عملية الجستروتومي طيب أول حاجة هعمل إيه؟ هعمل إنسيجن الإنسيجن بتاعتي فين؟ الناتومي كلي اللي السمك موجودة فين؟ موجودة عند الزافويد أريا تمام؟ موجودة في الزافويد أريا تمام كده؟ طيب حتى لو طلعنا لي الصورة اللي فوق سريعا كده هو منطيق السمك موجودة في هذه المنطقة تمام؟ في المسلس ده أجي عند اللاست ريب كده حتى لو عيني مش عارف أتخيلها بعيني أجيب إيدي والمس جزم الحيوان كده تمام؟ أنزل معاه من فوق ها؟ دي لأخر اللاست ريب هروح جايز سحب خط منها كده بصبعي هنا يبقى هفتح في الإيه؟ في الحتة دي تمام كده؟ الحتة دي هعمل فيها إيه؟ هروح فاتح إنسيجن فيها تمام؟ على قد اللي أنا عايزه تمام كده؟ على قد اللي أنا عايزه جايز مثلا كان فيه جي دي في مثلا في حت جي دي في أو مثلا عندك فورين بادي مثلا معابل السمك قوي فالحتة دي مش كفاية فأنا ممكن أزود حتة مش مشكلة عادي ممكن أفتح حتة زيادة على حسب إيه؟ أنا بهندل الدنيا على حسب بس المهم من أنه أبقى لس أقل فتحة بإيه؟ بقى أعلى إمكانيات يعني أقل ترومة بقى أعلى إمكانيات تمام كده؟ يعني أن أنا قدر أعلى إمكانيات في العملية الجراحية دي بقى أقل إيه؟ الضرر على الحيوان أو على الهيومن تمام كده؟ طيب يبقى فتحنا في الزفويد قدام الزفويد كارتلش تمام من الزفويد كارتلش كده لغاية الأنبالايكاس تمام عن اللي هي لإيه الزفويد ريجن اللي سألنا عليها من شوية تمام كده؟ طيب هبدأ أعمل إيه بقى؟ أول حاجة أنا هفتح في حتة كده وخلاص لا طبعا أنا هطلع على السمك بره تمام؟ هعملها إكسترائيزيشن خليني أجيب صورة بس كده هعمل إكسترائيزيشن للسمك بره تمام؟ بعد ما هطلع على السمك بره هلاقي عندي جزئين في السمك جزء اسمه اللي هو موجود في المنطقة دي وطبعا دي بقى بالمنظر ده كده وعندي جزء بره اسمه بيبقى برضو زي ما انتو شايفين هروح أنا بقى أفتح في المكان ده لا طبعا ليبقى؟ ما أنا لو فتحت هنا هعمل إيه؟ هعمل هيموريج وهديني بشايف أي حاجة في الفيلد وهعمل مشاكل كتير جدا طب أفتح فين؟ قال لك لأ انت تيجي في في أرتري أو في بلات سابلاي وتفتح فيها تمام؟ الاريا دي هي إيه؟ هي في المنطقة اللي انتو شايفينها هنا كده تمام؟ باجي هنا كده هروح جاي فاتح في هذه المنطقة طيب قبل ما افتح بقى أنا مفروض أعمل إيه؟ قال لك أول حاجة خليني أجيب الحيوان أول حاجة أنا بفتح هنا خليني أجيب القلم دي أول حاجة أحدد بعيني تمام؟ أنا داخل على الحيوان أهو حددت إن المنطقة دي كده تمام؟ قلم الشغال دي يا واحدة طيب حددت إن المنطقة دي كده هنا مثلا مثلا بعيني ههو المنطقة دي هي إيه؟ المنطقة بتاعة الليزافويت تمام؟ هي هنا طبعا بعد ما شديت الخطين اللي هما على مستوى تقريبا لتيت كده بالمنظر ده تمام وخاطة تانية قصاده من هنا يبانا كده ايه السمت بعيني حتى من غير ما ارسم حتى وانا على الحيوان المنطقة اللي هنشغل فيه يبانا هنشغل فيه هنشغل في المنطقة دي طيب اعمل ايه بقى قالك اول حاجة هتعمل ايه هتفتح اللي سكن هنا وان شارب في مسلس عندي اهو يعني لو شايفين هنا زفوية كارتلش هتلاقي فيه مسلس عندي يترسم بالمنظر ده كده تمام مسلس كده هو ده اللي انا هفتح فيه وهشغل فيه تمام كده يبقى اول حاجة هبدأ اعمل انسيجن هنا في المنطقة دي اسحب كده سحبة واحدة وان كت شارب كده امجي فاتح تمام وبعد كده بعد ما فتحت الاسكن اعمل ايه هدخل معي الماص تمام او اي وابدأ اعمل ايه اعمل بلانت دستكشن ايه البلانت دستكشن ده هبدأ اوسع الاسكن تمام لانه هيبقى الاسكن اللازق فيه الصبكات تشو فانا هبدأ اوسع شوية الاسكن على من المنطقة دي عشان اقدر اشتغل براحتي تمام عشان افتح لي مساحة ان انا اشتغل براحتي طيب هوسع المنطقة دي تمام عملت بلانت دستكشن خلاص هيبدأ يظهر قدامي حتة فات او فات يعني هي الفات ممتدة هنا على حسب الحيوان حجم الفات دي تمام وجود تمام الفات دي انا ممكن اقص منها حتة بس طبعا عشان اقصة هعمل لها ايه هعمل لها كراشنج من تحت وكراشنج من ناحية تانية وروح جايه اقص الحتة دي وشايلها على جنب تمام حتة فات ملهاش لازم تمام كده طيب بعد ما اقصت الفات هبدأ بقى ايه بالمقص كده بالسيزور تمام انا طبعا شدت الوان قط ابدأ بالسيزور اقطع شوية التيشو الزيادة اللي هما في النص هنا كده هيظهر قدامي ايه هيظهر قدامي اللينيا قلبة تمام اللينيا قلبة اهو تمام خليني اقول ان هو اللون الاصفر ده اللينيا قلبة تمام انا هفتح في اللينيا قلبة ازاي قالك اول حاجة تجيب تيشو فورسيبس توثد تمام توثد فورسيبس تجاي ماسك من هنا كده تمام وتسحب لفوق تشد اللينيا قلبة لفوق تمام تجيب المشرت بتاعك وتعمل الستاب انسيجن الستاب انسيجن دي احنا قلنا ناحية المشرت هيبقى فيها ايه هيبقى ريفيرس بنسل يعني هيبقى الفوق تمام كده ليه بقى لان انت لو عملته تحت الجيز ان انت ايه تدخل في البروتنية ام تدخل في اي اورجان تحت البواز فانت بالتالي هتعكس المشرة وتدخل تشيل بالفورسيبس وتروح جيه داخل ايه داخل ايه داخل اه اللي فوق الساب انسجن وبعد كده تاخد الساكس wandering وتبدأ تسمع صوت الارقاشة وانت بتقص علي اللينيا ألبها تمام ليه لانه عبارة عن ايه فانت وانت بتقص او عبارة عن انت جميعات الاتندن وكلام ده فبالتالي هتعمل ايه هتعمل صوت الارقاشة دي مهم نسمع الصوت الارقاشة دي فتفتح في اللينيا ألبة تمام كده تبدأ تقص تفتح الحتة اللي انت عايز تفتحها تمام مثلا من هنا لغاية هنا كده انا فتحت المنطقة دي مثلا انا خلاص انا travelling اشتغل في هذه المنطقة طب انا مش عارف المنطقة دي اقوي علي ازود حتة مفيش مشكلة عادي زود حتة مفيش مشكلة غير تحت تمام كده تمام طيب فتحنا هنا ايه اللي هنعمل هنعمل اكسترايزيشن للأورجن تمام احنا طبعا عملنا كل البري اوبراتف شيفنج بقى وكليبنج والدنيا كلها وعملنا كل حاجة تمام كده طيب هروح عامل ايه بقى طلعت الأورجن بره اكسترايزيشن بره تمام انا هلاقي قدامي لو لقتش قدامي لقيت اللسبلين عليه غالبا هلاقي قدامي اعلى لو ملقيتهش هطلع حتى من اللسبلين واشد بها بها للاستومك عادي ما هو اللسبلين ماسك في اللسمك تمام وده هنقوله في العملية بتاعة السمين項جن اللسبلين ماسك في اللسمك بالايه بالجاسسرين سبلينك لغمن تمام كده وهنا وهBR في صورة Hofstra قوHappy تمام فانا ايه هطلع على اللسمك بره طلعتها هبدأ أبص على البورت اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو الجزء اللي هو أقل فسكولاريتي تمام ما بين إيه الليسر أند جريتر كيرفيتش الجزء ده ما بيبقاش فيه فسكولاريزيشن أو قليل جدا الفسكولاريزيشن هيتطلع أوريدي دم لما أفتح أول دلوقتي إن شاء الله فبالتالي هتطلع بره وابدأ أعمل ترابينج للأورجن ده الورجن ده في كونتينت تمام والكونتينت دي خطر على الحيوان ده تمام ليه بقى لأن الكونتينت دي لو نزلت فيه البروتنيم هتعمل إيه هتعمل لي مشاكل كبيرة هتعمل كوبروتنايتس وهتقده إلى مشاكل كبيرة فبالتالي أنا مش عايز أي كونتينت من محتوى هذه الستومك تنزل جوه إيه البروتنيم فهتلع بره الستومك ولفها عمل لها ترابينج باستيرايل تاول تمام أو استيرايل سبونج مش عارف إيه بقطنا كده بنستخدم عندنا التاول في الكلية تمام عشان دي حاجة متورشة حوار السبونج ده ما علينا عملنا ترابينج خلاص بورم مش عارف إيه التاول دي حوالين السومك خلاص للسومك أنا متأكد إنه ما فيهاش إيه إنه مش هتعمل مش هتنقط جوه ومش هتدخل لي حاجة إن شاء الله هروح جاء إيه عامل حاجة اسمها إيه اسمها ستي ستيش أو سلينج تمام اللي هو علقة عامل علقة دي إزاي أول حاجة أجي من عن طرف أمسك طرف الاستومك أنا دلوقتي مثلا قلت إنه أنا هشد بعيني كده الفورين بادي مثلا حجمه سغنن مثلا حجمه 2 سنتي مثلا فأنا هفتح 3 سنتي عشان أطلعه مثلا نهاية تمام كده طيب هفتح إيه بقى أول حاجة أنا بعيني هشدد 3 سنتي كده على الأورجان أنا مسك اللي السومك فيه ده هيشة ديت خلاص منشد حتة دي يبقى آخرها بالتخيل كده أروح جاي إيه داخل جايب خيط النيدي البتاعتي وأروح جاي واخد سيرروزة مسكولوزة سيرروزة مسكولوزة ما تدخلش جوه إيه الميكوزة ولا الصب ولا الصب ميكوزة ما تقربش منه سيرروزة مسكولوزة وأمواخد فولد كده بالنيدي البتاعتي وأمطلع من ناحية التانية أطلع الخيط أمسكه أربطه تمام وأمسكه بإيه بفورسيبس على جام أرطري فورسيبس مثلا ولا حاجة على جام نفس الفكرة الناحية التانية أروح أعمل سلينج وقصادها بالزبط الناحية التانية برضو هوريكو برضو صورة كويسة ليها ورح جاي إيه ورح جاي معلقها برضو ناحية التانية طب أنا ليه بعمل بتاع دي قالك أول حاجة هتسهل علي وأنا بشتغل عملية الفات تاني حاجة مش هتسمح بالكونتينت إن هي تدخل إيه تتصرب جوه الأبدومن الكافتي لإن أنا أريدي رافع أو عمل هانجينج معلق السمك فوق تمام فالكونتينت اللي هو الفليود اللي جوها ده مش هينزل على جنب لأ ده هو أريدي تحت تمام كده في من الفكرة فين طيب عملت السلينج دي تمام خليني أجيب الصورة دي طيب أنا عملت السلينج هي بالمنظر ده دخلت سيرروزا بعد كده دخلت مسكولوزا وطلعت من ناحية التانية وثبت من هنا نفس الفكرة هنا زميلي يمسك لي أو أي حد يمسك لي جنبي تمام بعد كده هبدأ أاخد إيه أعمل ستاب إنسيجن تمام بعكس المشرة يعني مش كده بس عادي يعني بس هو الفكرة أنت أعملها بعكس المشرة أحسن يعني هتعمل ستاب إنسيجن وتبدأ توسع بالإيه بالسلزور بتاعك توسع المنطقة على حسب إيه أنت هتحتاج قد إيه عشان تشتغل طيب وسعنا الحتة دي طبعا كل ده بشتغل في المنطقة دي في الجنب بتاع السمك ما بشتغلش في ليه في الجريتر ولا الليسر كريفيتش تمام كده طيب فتحنا الحتة دي إيه اللي هيحصل لقينا بقى فورين بادي لقينا بقى أي حاجة جوه هنطلع ونطلع بره بعد ما طلعنا وخلصنا هنعمل إيه بقى هنقفل تمام هنقفل إزاي بقى قال لك والله موضوع القفل ده ما ده يا ريس تمام في نس كتير يعني في كزا طريقة ولكن في طريقة أنا بفضلها إنه هو أعمل إيه عندك أول حاجة طبقات اللي تشو عامل إزاي عندك أول حاجة ميكوزة بعد كده صب ميكوزة بعد كده مسكولوزة بعد كده سيروزة تمام طب أنا هنعمل إيه أنا أول ما قص القصة دي وأنا وفتحت كده عملت الساب انسيجن أول ما جاء أفتح هلائي الميكوزة حصل لها بروتروجين لبرة ليه بقى لأن هي فولدت تمام الميكوزة فولدت فبالتالي أول ما قص هتاخد راحتها بقى وتروح تلعي لبرة كده تمام هتفرش لي لبرة كده هتفتح لبرة طيب هعمل فيها إيه بقى قال لك والله هتخيطها الأول هي والصاب ميكوزة مع بعض بسيمبل رانيج تمام سيمبل رانيج اللي هي لإيه السيميل كونتيني تمام وتروح مخيطها لغاية الآخر وتربط تمام وزي الفولديني تك تمام تديب بقى المسكولوزة والسيروزة اللي فوق وتروح واخد بقى لامبرت أو كاشن تمام تروح كياه واخد لامبرت أو كاشن زي ما تعودنا زي ما تعلمنا طيب بيقول لك بقى أنا بعد مقفل خالص أنا في اللوقتي عفلت لسيميلة تمام والديني بقت تمام هتأكد بقى أن ما فيش لكش تمام أبدأ أدوس على لسيميلة كده أتأكد أن ما فيش أي لكش خالص وأنا بره لسه ما دخلتش لسيميلة جوه تمام طيب أبدأ أدوس ما فيش حاجة أطلعت يبقى أنا تمام زي الفولد طيب في حاجة أطلعت أخيط مكانها إيه أدي غرزة مكانة أو لا حاجة طيب ده بالنسبة لي هذه العملية فيتريكاة برضو مهمة جدا وإنت بتشتغل في العملية دي إحنا دلوقتي خلصنا وخيطنا تمام الحاجات اللي أنا بستخدمها هنا دي كونتا ميناتد سيرجري عملية كونتا ميناتشان تمام ليه بقى لأنه جوه فيه كونتا ميناتد أنا بشغل في مكان أصلا فيه مايكروفلورا وفيه مشاكل كتيرة فبالتالي الأداة اللي أنا هستخدمها هي مرة واحدة بس اللي هستخدمها فيها تمام كده طيب يعني الإسكاليب اللي أنا دخلت بي في المرة أولي أنا عملت بي ده أنا مش هستخدمه تاني أنا هرمي على جنب تمام كده أنا وريدي أصلا مش هستخدمه تاني بش هحتاجه بس يعني فهمت الفكرة طيب بعد ما خلصت وخيط هبدأ أخسل بورمسالين تمام أبدأ أخسل بورمسالين المنطقة دي كلها وبعد كده إيه أروح جاي مدخل اللي السومة جوه بعد ما أدخل هروح جاي قلع الجلافز اللي أنا لفسه ده طبعا أنا هاول الخطوة دي وأنا بشتغل للدكتور مهم تمام أقول له يا دكتور ما فرض ما شتغلش بجلافز ده لأنه إيه بقى كنت أمينيته دلوقتي لأنه أشتغلت بيه جوال السومة تمام كده فهتروح مغير طبعا إيه الجلافز مش مهم تغير في الامتحاني بس أنت المهم تعرف الدكتور أنت عارف يعني تمام طيب وتروح جاي مشتغل لابس جلافز داني وتبدأ بقى تخيط تمام هنخيط إيه هنخيط أول حاجة الطبقة البروتنيم تمام البروتنيم اللي هي جوه اللي احنا فتحنا فيها بطبقة المسكولوزا تمام بطبقة المصل اللي هي سوريا مش المسكولوزا المصل تمام اللي أبدون من المصل تروح واخدهم الاتنين مع بعض تمام عشان ما يحصلش الانكارسيريشن والكلام ده فتروح واخد البروتنيم مع ايه مع المصل مع بعض وتقفل ايه تقفل الطبقة بتاعتك بعد كده بعدها تروح ساب كت تروح جاي مخيط ساب كت تمام ماشي ساب كت سيمبل كونتينيوس تمام المصل وي البروتنيم دي هنخيطها ايه هنخيطها سيمبل انترابتد او ماترس زي ما انت حابب تمام فوقها بقى الساب كده ايه على فكرة في الناس برضو بيخيطوا المصل دي سيمبل كونتينيوس بس يعني ما يفضلش كده عشان ممكن تفتح يعني تمام فانا يعني خد سيمبل انترابتد ويه واخد ايه او ماترس ماترس كويسة جدا ويه السيمبل انترابت حلو جدا طيب بعد كده ساب كات زي ما احنا كلمنا من شوية هنخدها سيمبل كونتينيوس عادي خالص وبعد كده بقى اللي سكن من فوق ايه هتاخد سيمبل انترابت تمام كده سيمبل انترابت طيب انا بقى نجيب الكلام اول حاجة هو اه زفوية كارتش غيرا من اقولنا الكلام ده بعد كده الفاسكولار ايريا فتحناه قبل ما يعني قبل ما نفتح هنحطينا تمام بعد كده تمام اه وبعد كده عمل بعد كده خلصت وطلعت الدنيا وزبطت دنيتي اعمل قال لك ممكن على فكرة على فكرة هو هنا قال لك ان انا ممكن نقفل طبقة واحدة بس يعني انا ممكن نقفل طبقة واحدة ما تعملش ما تعملش الموضوع الليكيش ده تمام ولكن يفضل نحن نقفل طبقتين على طبقتين تمام كده زي ما نسألين من شوية نقفل ميكوزة وصب ميكوزة وبعد كده ايه نقفل الطبقة اللي فقوها اللي هي ايه السيروزا وي المسكولوزة تمام كده طيب بعد كده هنعمل ايه هنلافاش بقى المنطقة بورمسالين والكلام ده ونتشنج ليه الجلافز بتاعنا ونبدأ ايه ندخل الحاجة جوه الجسم مرة تانية نرجع الحاجات بتاعت الراجل مرة تانية جوه وبعد كده نبدأ ايه نخيط بقى تمام اخيط الابدومن المصل بالبروتنية مسألين من شوية الاثنين مع بعض فولد واحدة وانا بجيب الاثنين مع بعض كده تمام بسيمبل انترابتد وبعد كده ايه اعمل بالسيمبل سليم شوية وفاينة ليه انتهي به الاسكن اعمله بالسيمبل انترابتد تمام احنا ممكن برضه مع بعض نجيب فيديو فيديو كده نتفرج عليه تمام طبعا اتلايله فيديوهات محطوطة فيه البطن ده تمام هتدوس عليه كده هيوديك ايه للفيديو طبعا زي ما انتشايفين الفيديو فتح معنا طيب اول حاجة احنا هنجيب بس بتاعة العملية تمام ده الشكل بعد ما اقفل تمام ده الشكل بعد ما اقفل بالمنظر ده كده تمام نجيب العملية على طول طيب طبعا دي السمك بتاعة في لاين ما علينا مش هتفري اول حاجة بيعمل ايه بيركب الاسلينجة هي تمام او اللي احنا سيقنها ليه من شوية اهو ركبها وحط فيها اهو بالمنظر ده نفس الفكرة الناحية التانية هيكرر نفس الخطوة تمام بعد كده ايه هيبدأ بقى يفتح فيه الاستومك من المنطقة دي تمام كده اللي همى بتوين الليسر والجريتر هو طبعا عمل اهو تمام عشان ما يدخلش اي حاجة جوه تمام طيب هيبدأ يفتح في المنطقة اللي هو حديدها خلاص ما بين السلينج الاتنين او السي السيتش الاتنين بدأ يفتح اهو تمام بعد كده ايه هيبدأ بقى ايه يطلع الكنتنت بتاقى هينشف طبعا شي البلد طبعا انا قلت هيبي فيه بلد فانت ما تتخضش لما تيجي تفتح لسه ما تلاقي بلد طلع لا انت ما فيش ايه مشكلة خالص ما اصلا هو الارجان كله متغذي بالبلد فشيء طبيعي جدا نطلع لنا ايه بلد هيبدأ يوسع بالسلزر اهو زي من السيئلين تمام بعد كده اهو هيبدأ يطلع الفورين بادي طبعا هو يطلع كمية عملاقة جدا من الحاجات دي معالينا بعد كده بقى ايه خلينا بس اجيب حتة الخياطة تمام اهو خياطنا طبعا الاولى نيز زي ما قلنا سيرروزا اهو طبعا هو مكتوب هنا السيرروزا ويه المسكولارز والصب ميكوزا ولكن زي ما انا قلت من شوية هي مدارس فكل واحد بيختار الحاجة اللي هو شايف منه بتنظر ان ايه احسن تمام طيب يعني انت ممكن دلوقتي تاخد المسكولوزا الواحدة سيمبل كونتينيوس تمام هيه والصب ميكوزا بتاعتها تمام وتروها كاية الطبقة اللي فوق اللي هو المسكولوزا مع السيرروزا تمخدهم لمبر تمام وممكن تاخد تاخدهم كلهم مع بعض لمبر توكاشن تمام اللي هو زي ما قلنا من شوية الميكوزا مع الساب ميكوزا بالسيمبل روننج وبعد كده هتاخد المسكولوزا والصيرروزا باللمبر توكاشن تمام فهي مدارس فانت تختار اللي انت عايز وتشغل فيه تمام كده يعني مثلا الفيديو ده الدكتور استخدم فيه نفس التكنيك اللي هو ايه هيستخدم هيخيط الميكوزا مع الساب ميكوزا تمام سيمبل كونتينيوس عشان يخليها قدام بعض على طول او قدام بعض تمام الشفة وبعد كده بتاعة الميكوزا بعد كده بره هيروح مخيط بالايه باللمبر أو الكاشن تمام كده طيب هو هي بس هي هاوريك بس هو بخاتنا او تمام بس هصرع الفيديو شوية تمام هيبدأ ياخدها كلها منظر ده تمام دي الميكوزا قلنا هيحصل لها لبرا هي على طول اول ما افتح لان هي ايه تمام طيب فانا بالتالي بخليها وسط بعض بالمنظر ده بس هي والايه والصاب ميكوزا بتاعتها تمام اهو خلص هخلصها كده بالمنظر ده وبعد كده ابدأ في ايه للطبق اللي بعدها تمام كده طيب اهو المنظر ده كده هابدأ يرجع بقى مورة تانية بي او الكاشن تمام اهو بدأ نفس البداية هيبدأ بيكمل ايه اهو بالمنظر ده كده طلع من ناحية تانية سيروزا موسكولوس تمام فار نير نير فار وبس وبعد كده في النهاية هيقفل ايه هي في الخاص المنظر ده تمام المنظر لانتو شايفينه ده وبس كده بعد كده نبدأ نتأكد بقى من الليكيش مفيش لكيش معانا طالع من جوه يبقى احنا كده تمام فيه لكيش يبقى نخيط مكانه كده وردستين ولا حاجة ونبدأ ايه ندخل نخسل بي ورمسالين ويندخل الورجن لجوه وبعد كده نقفل زي ما لساقليه من شوية تمام طيب كده احنا خلصنا عملية الجستراتومي تمام هندخل بعدها على عملية تمام عملية السبلينكتومي تمام السبلينكتومي اكتومي يعني هشيل السبلين كله تمام كده طيب زي ما احنا عارفين السبلين هو الورجن مواصل لجوزء كبير جدا من البلاط تمام او بلاط سابلاي او هو اصلا مخزن للبلاط تمام فبالتالي هو عبارة عن كيس كيس حرفيا متعبي مية او مش مية بقى متعبي دم تمام كده انا بقول مية عشان ايه تبتسهيلا طيب هو كيس متعبي دم فانا الكيس اللي متعبي دم ده لازم اخب بالي منه جدا وانا بقى اشتغل في العملية دي لان انا هشيله تمام فانا اخاف من العملية دي انه يحصل ايه اول حاجة يحصل اه اه نيميا تمام لانه كمية بلط كتيرة هتفقد وانه يحصل اصلا هامورج عندي في المنطقة طيب انا هتعامل مع الموضوع ده ازاي قالك اول حاجة قبل ماشيل الاسبلين همسكو وابدأ اعصر فيه شوية ادوس عليه ادوس عليه ادوس عليه بحيس انه ييفاكيويت كل كمية البلط او اغلب كمية البلط ايه اللي جواه لالجسم بقى والجول داخل الجسم تمام كده طيب اربط تمام اربط من ناحية دي واربط من ناحية دي وقص من نصف تمام فيه طريقة تاني او فيه تكنيك تاني هنتكلم عليه ان شاء الله دلوقتي لكن خلينا نكمل الانديكيشن بتاعت العملية دي انا بعمل العملية دي ليه قال لك والله عندي سبيلنيكتيومر وغالبا العملية دي بتحصل معه السبيلينو ميجالي تمام او السبيلنيكتيومر فبالتالي السبيلين بيبقى كبير جدا في الحجم فلما كي افتح الفتحة مش شرطي ان انا بس ااخد فتحة في ايه في الزفويد اريا هحتاجي ان انا احيانا ممكن افتح لغاية الامبلايكاس تمام احيانا ممكن ننزل تحت شوية تمام كده على حسب بقى ايه الموضوع اللي موجود عندي جوه انا هشتغل ليه بس القاعدة بتاعتي ان انا ايه اكون اقل ترومة واكثر افشنسي او مور افشنس تمام كده طيب يبقى اول حاجة سبيلينيكتيومر سبيلينيك رابتشر تمام ونزمينيك رابتشر دي هنتكلم عليها في الكمبيليكيشن قدام وفي البوستورة تفكير ليه حالة خاصة وي عندي سبيلينيك سيست والابسيز وعندي سبيلينيك تورشن تمام كده توسنج البلاث سبلاي والحوار ده ويبعد كده عندي بروفلاتف دراج ازي ديورينج الجسر تورشن انا بشيله معاف نفس الوقت لانه غالبا بيبقى ايه بيبقى حصل له مشكلة البوزيشن نفس الفكرة برضو دورسل ريكمبانسي تمام بعد كده ايه البورستور البتاعي بها نفس الفكرة بس قلنا مش شرطة برضو لانه غالبا بعندي اصلا ضخامة في الحجم فايه ممكن اوسع عادي شوية واشتغل ما فيش اي مشكلة تمام طيب اجي اطلعه ازاي خلينا اجيب صورة البص هو اول حاجة ده لي السمك تمام دي اللي السمك اللي احنا عملنا لها في العملية اللي قبلها وطلعناها بره وفتحنا فيها ايه في المنطقة دي تمام كده طيب هو بيبقى ماسك فيها بايه بيجسره اسبلينك ليجامنت اللي انتوا شايفينه هنا ده فانا بدخل صباعي وعلق صباعي تمام الاندكس وروح ما اعلقه فيه الليجامنت ده وابدأ اسحب هيطلع معي مين هيطلع معي البوردر ده او البورد ده تمام كده هبدأ امسك منه بقى واطلع الباقي الاسبلين تمام كده اطلعه بره خالص اعمله اكستراليزيزيشن بره ايه بره الجسم تمام كده واتراب لي برضو بنفس الفكرة بي الفوط اللي احنا قلنا عليها او تمام وبعد كده ابدأ اعمل ايه بقى انتوا شايفين ان داخله كمية بلات فيزلز كتيرة بالمنظر ده وعندي كمية فات كبيرة جدا موجودة في المنطقة دي مغطية لي اصلا البلات فيزلز دي تمام تمام كده طيب هعمل ايه انا في الموضوع ده قالك والله انا هشيل جروب من البلات فيزلز مع جروب من البلات فيزلز يعني مش هشيله كله هشيله كله ازاي تمام مثلا هعمل الارتري فورسيبس هنا كراشنج وارتري فورسيبس من هنا تمام كراشنج من هنا من قصدها وهعمل ايه بقى اروح جاي اول حاجة بالفورسيبس وداخل في الفات طالع من ناحية دي او اروح مدخل الحبل تمام واروح رابطه الناحية دي نفس الفكرة اروح مدخل حبل واروح رابطه الناحية دي واروح جاء قاصص في النص او مقاصص ايه في هذه المنطقة طيب خليني اجيب قلم برضو عشان يبقى الموضوع وضح شوية هجيب فورسيبس اروح جاء اعمل لها هنا من ناحية الاسبلين تمام واحدة هنا من ناحية الاسبلين كده بنمانظر ده بعدما طبعاً دخلت الفورسيبس بتاعتي من هنا حولها دلوقتي بس olduğamos انا ركبت الفورسيبس هنا ايه تمام دى الفورسيبس مسكت هنا تمام طبعاً لوارت الفورسيبس ووحدة تانية تروح جاء مياس كها من ناحية التانية اصادها تمام كده ماسكة فات بقى وماسكة كل حاجة بعد كده اروح مدخل الفورسيبس بتاعتي او في اداة كده هنقول عليها ان شاء الله قدام اروح جايما دخلها هنا كده. تمام؟ وروح ما طلق فورسيبس مسلا من الحتة دي. الفورسيبس دي فتحت لي حتة في. في الفاتل اللي هنا دي فتحت لي حتة في التيشون اللي هو هنا ده. تمام؟ بس اخد بالي وان بافتح. مدخلش ايه? في احمل بلاس فيزلز. اشان ما عملش ايه? همرش تمام كده. يبقى اخب بالي وانا بادخل في الحتة دي. طلعت من هنا. اروح مدخل بقى ايه? اروح جايماسك بالفورسيبس دي. الا الستش بتاعتي او الخيط بتاعي وروح شده من المنطقة دي مطلقة من ناحية تاني فانا كده دلوقتي بقيت عامل ايه بقيت عامل ان الستش بقى لافي في حوالين ايه البلاثفلز دول او محاقدوا بقى شدوا جامد وربطوا جامد 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 في المنطقة دي طبعا فوق واحد هنا وروح ربطوا من تحت برضو واحد تاني من تحت هنا وروح اصص في نصهم تمام بقى انا كده فصلت الجزء الاولاني وكرر هذه العملية على مدار ايه طيب في برضو فكرة كده قالك انا ليه استخدم خط كتير يعني ليه احط هنا خيط وهنا خيط قالك لأ انا حط خيط هنا بس وهنا بقى لأ انا اعمل ايه بقى قالك اجيب ارتري فورسيبس وكل ارتري فورسيبس احطها هنا اجيب اجيب كتير منهم تمام اسيبها هزي ما هي متركبة انا اما كده كده الاورجن ده هيتريمي فانا ارميه بالخط ليه حرام الخط غالي تمام كده فيبقى اجيب ارتري فورسيبس عامل كراشنج لهذه المنطقة قويافى انت تستاينر فورسيبس عامل اكبر جزء ولكن ايه الاورتري افضل يعنى شانوه افضل في الحوار ده في اليوم الستا스트� اروح اعمل ارتري فورسيبس في المنطقة دي ارتري فورسيبس في المنطقة دي طبعا بعد ما قطعت خلاص الاورتري فورسيبس متركب مافكوش بقى يعني مافكوش ايسيبه زي ما هو وانا مقايا اربطتش رابطة هنا رابطت رابطة واحدة بس هنا طيب نفس الفكرة هنا ارتري فورسيبس هناك وراح مدخل الجزء ده جوه. تمام? الاسبرين بقى برحته بقى ينزف بره بقى. ينشف بقى برحته ما خلص ما نشلته اصلا عملت له استقصال تمام كده? طيب. كمل. يبقى البروسيدور. اول حاجة ايه? اول تمام? اول حاجة نكلم عن الانديكيشن. احنا قلنا الانديكيشن تقريبا اول قلنا الانديكيشن نكلم عن البروسيدور. اول حاجة قلنا ايه? فلزفويدوريجن. قلنا محتاجين اني كبر هنكبر عادي ده مش قاعدة. تمام? بعد كده عندي اجي عند السمك فاندس. تمام? ممكن اطلع على السمك فاندس اصلا قريدي لو لقيتها قدامي بره. لان هو ماسك في الفاندس بتاع السمك اللي هو الجسره ايه? سبيلينك ليجامين. تمام كده? وبعد كده ماشي معا لانه اطلع الجزء بتاع الهد بتاع السبيلين اللي هي ماسك في الجسره سبيلينك ليجامينت اصلا تمام? بره. وابدأ اطلعه. هلاقي بقى عبارة عن ايه? اه طبعا لوب من الانديكس فنجر ومش عارف ايه تورد بلاد فيزلز. ابدأ اعمل بلانت مش انا قلت الموضوع ده مش انا هعمل هول في التيشو اللي هي ماسكة فيه في السبيلين. مش احنا قولنا ان هيبقى في تيشو. دي كده. مش احنا قولنا ان هيبقى في تيشو ماسك كتير جدا في الاسبيلين هنشوف في الفيديو ان شاء الله. اتيشو ده انا بصباعي كده هعمل هول فيه اعمل خرم هنا في المنطقة دي. او بالفورسبس. او بأداة ثانية قولنا هنستخدمها. فمش قاعدة عادي. ايزي موضوعه سهل يعني تمام? فتحت خلاص الفتحة. ادخل الخيط وعمل ما بتوين ايه? اللي انا ايه? عملت كراشنج بيهم من فوق واحدة من فوق من هنا. واحدة من فوق من هنا واحدة من تحت هنا. دخلت خلاص تحت الفتحة هنا. دخلت الخيط ربط. بعد كده ايه? طبعا ربطت ناحية من هنا وناحية من هنا على حسب ان اشتغل بتكنيك بس ده. ولا هشتغل بان انا هعمل ايه? هربط من الناحيتين. اطعت اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. هكذا هو. اعمل خرم هنا. ودخل الخيط واربط على الجزء ده. تمام? وهكذا. تمام كده? طيب. بس. ده بالنسبة لي آآ عملنا للحوار ده. هنبدأ بعد كده ايه? مجموعة مع بعضها. هو هنا محدد لك المجموع. بس مش شرط تشغل على التحديد عادي. اي مجموعة اي مجموعة انت شايف ان انت هتعملهم مع بعض. مفيش مشكلة. تمام? بحيس ان انت ايه? ما تزويتش اوي مجموعة كبيرة. فالخير بتاعك ما يستحملش نوعه يربطها. وما تقللش اوي بحيس ان انت ده استدم خط كتير اوي. تمام? الخط مش تلاقيهنه في الشارع. الخط غالي. تمام كده? طيب. بعد كده هتعمل ايه بقى? زي ما مكتوب هنا كيرف اول ايه? النيدل دي هتقبلها ايه? ازي ما احنا سائلين واحد فوق واحد تحت وبعد كده تروح قصمة بينه. تمام? بس خلاص كده. عملنا كده طلنا الاسبريم برا. هنقفل ازاي? هنقفل بنفس الطريقة بتاعت ايه? طبعا هتأكد ان فيش بليدنج اول حاجة بص كويس جدا. ما فيش بليدنج ولا اي نقطة طلع من ناحية الاستومك. تمام? من جوة. خلاص يبقى دخل الحاجة جوة. وابدأ بقى اخيط ايه? نفس الفكرة البروتنية مع الايه? مع المسكولر ليير. تمام? كلها. وبعد كده اصاب ايه طبعا سيمبل انترابتب. بعد كده اصاب كاتيشو. ايه سيمبل راننج. اللي هي الايه سيمبل كونتينيس. وبعد كده ايه? اروح جاية جايب الاسكن مع بعضهم اللي انترابتت. وكده خلصت ايه? خلصت العملية دي. تمام كده? طيب. بكده احنا خلصنا. خلينا نقرأ الكلام اللي مكتوب. طبعا مهم جدا بقى. البص اوبريتف كير. انا ليه ما كتبتش هناك بقى? لان هما يعني نفس اللي براتهم. انما البص اوبريتف كير هنا. لأ ده في حاجة مختلفة. قال لك ده انت هتحتاج فليوت ثيرابي. ده انت قمتلكه ايه? الاسبليينيك ايه رابتشر تمام كده? طيب. الكمبلكش品 همتعة العملية دي ايه? انه يحصل عندي ايه? انه يحصل عندي نزيف تمام كده طيب. يحصل عندي خسر كمية وانيميا اللي سني pesanio كنешь صوي. خسر كمية كبيرة جدا 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 من البرض فاجأ واحدة. لو حصل الاسبلينيك رابتشر فبالتالي يمكن يدكر في آنيميا وسايش تمام كده? ايه تاني? هيموريج تمام ممكن حصل هيموريج ايه تاني ممكن حصل سيبسيز تمام وهكذا يعني حفظ لك كل كم واحدة من كل واحدة وخلص طيب ده بالنسبة للعملاء دي الخطوات مكتوبة هنا اول حاجة هعمل ايه بري واخدر ونفس الكلام اللي احنا قلناه افتح انزيش فيه الاسكن من بره زفويد اريا برضه ممكن لو عايز افتح ازود عادي براحتي اه هرفع المصل او همسك الينية بالتوهد فورسيبس ارفعها الفوق بعد كده اعمل ستاب انزيجن انزيجن تمام في اللينية قلبة تمام واكمل البي بالسيزر عادي بعد كده ادخل ايدي ممكن ادخل ايدي كلها على فكرة مش عزي مش ربط ان ادخل صباعي بس لو ما عرفتش اجيب بصباعي وغالبا عشان توطر الامتحامك ما تعرفش يعني مش مشكلة ادخل ايدك وامسك وطلع يعني امسك صح وطلع من ناحية الشمال ما تمسكش مليمين ما تطلعيش اليفر تمام طيب تروح تتايركت على حتة الشمال انت اوريدي هتلاقي اصلا الجاثروسبيلينك ليجامنت امسك للسومك لو انت مش حاسس يعني او انت مش مقلق امسك للسومك واها تلاقي لازق فيها على طول او لازق في الجزء الجريتر كرفيتشا بتاعها على طول السبقين وتعلق صبعك في اللي هو الاجسروسبيلينك ليجامنت ده وتروح واجا شادة تعاية دي تمام كده? تروح اجا شادة مطلع السبريم برا وتبدأ بقى تعمل ايه الخطوات اللي سألنا عليها من شوية هتعمل من ناحيتين في الاداة اللي هي اسمها الدي شامب نيدل هي تمام هي الماس هي بتبعبار عن اداة كده دي هي الاداة دي بالمنظر ده كده بتعمل ايه بالمنظر ده بروح واخد الحتة الهول اللي انا بعملو بعملو بيها اصلا انا ما بحتاجش ان ادخل صباعي بقى من وراء وروح اعمل الهول مثلا او ادخل فورسيبس وعمل الهول لا هي اريد اصلا بتروح املاقي الهول ده بل فاحة وليه المنطقة اللي انا عايزة احجمها جوه الدورية دي او اللي عايزة ليموم مع بعض هنا هنا كده وروح مدخل من هنا كده الخيط بتاعي من الخرمة ده كده وارجع بيها مرة تانية انا ما كما تدخلتها كده اروح مدخل الخيط بقى اروح اكسها تانية وروح اشدال ايه من طلع الخيط من الناحية التانية وروح اجام استخدمها تمام كده بعد كده بقى خلاص بقى ابدأ ايه اعمل الجيشن من من فوق اه او من تحت التكنيك ده لو انا عايزه واو ان انا احط ايه اه انتصاني الفورسيبس طويل مثلا اقفل المنطقة كلها او احط اه ارطي الفورسيبس عادي كده واحد كده واحد ايه اه ماسكين من فوق واللي تحت خلاص انا عملتله الجيشن اقص بقى اقص ما بينهم تمام كده طيب دي كده بالنسبة لعملية للنسبة النكتومية برضو فيه فيديو لها هنا كده نشغله مع بعض تمام اول حاجة اهو هتفتح الفتحة المنظر ده تمام زي ما احنا عارفين بقى اعمل ها هو هتعمل عشان تبين ايه اللين يا قلبه تمام اهو فتحت خلص اهو فتحت جوه طلعت ايه طلعته تمام بس اهو دخلت دخلت لوب بس من صباحها جابت الجسر سبينك ليجا منتو وخلاص بقى ايه ده تمام بس هنا بقى فيه ماس تمام فيه تيومر تقريبا اهو فيه حتة ماسة كبيرة ايه فهي مش عارفة تطلعه تمام فهتوسع حتة زيادة اتوسع على نفسها اهو مفيش مشكلة بعد كده اتروح مطلعه تمام اهو شوف الماس كبيرة ازاي بتبدأ بقى تعمل نفس التكنيجية لسه نعلي من شوية تمام اهو تعمل لجيشا من ناحية اللي فوق اهو دي هتستخدم طريقة الخطين لأ دي هكمان هتستخدم لا دي هتستخدم طريقة الخطي الواحدة في الفيديو ده تمام هنشوف اهو رابطت اهو تمام قصته رابطت تحت اهو رابطت احموجها تحت اهو وقصت فوق تمام نفس الفكرة برضو حطت اهيه بس احنا بقى هنعمل ايه؟ تمام كده احنا هنستخدم واحد فوق واحد تحت تمام كده ده مهم الموضوع ده عشان نعمل الرف اريا واللي هو مستيسس في المنطقة دي مش مهم بقى هي عمليةها كده ليه مش مهم ده التكنيك يا بتستخدمه عادي نعم احنا اللي بناخده في الكلية هو التكنيك اللي انا قلت عليه ده وانا شايف من وجهة نظر انه الافضل يعني تمام عشان موضوع الرف اريا ده طيب واللي هو مستيسس كمان بتاع الارتفورس اللي بيعملولي اهو بتفتح فتحة في الفاتس او الموجودة هنا دي وتروح جيه واخده هتجمب المنظر ده تربط تمام اهو وبعد كده ايه تروح جيه ايه تقص بقى تربط كويس جدا طبعا متاخدش حتة كبيرة قوي عشان خاطر ايه ما تضمن ان هي الحبل ما يتقطاش او نوع ايه في الكويس جدا بلد في السلسة اهو هتفضل تعمل كده بقى على مدار كل الاسبينين لغاية ما تشيله كله اهو بنفس المنظر ده طبعا هيفي شوية بليدنج عادي مش مشكلة ده ده حبار عن كيس مليان بليدنج اصلا تمام هو كيس مليان بلد طبيعي جدا ان هو هتلاقي في بليدنج شوي نفس الفكرة تربط اهو تقص 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 تخلص غاية الاخر تمام اهو وهكذا بقى لغاية اخر الاسبينين لغاية ما تشيل الاسبينين كله تمام اهو ده الاسبينين اهو على جنب تم بقى لحتة صغيرة تشيله اهو تمام كده خلص اقطعت الاسبينين كله وقفل اقفل 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 بالفرسبس اهو عشان نازل ده ما خالص تمام محتاجتش لانتعمل ربطة واحدة بس اللي جيش انتحت بس هتدخل جوه وتبدأ بقى تقفل عادي خالص اللي زي ما احنا نسألين شوية المصل مع البروتنية وبعد كده السبكت وبعد كده الاسكان تمام اهو ده المصل مع البروتنية خلص بزي ما احنا عارفين عشان ايه عشان ما نضيع شوية طبعا غسلت حطت شوية المواد صلاين وكده بكلام ده وما عندهم طبعا حاجات تانية لان عندهم اصلا ده بيلزاوا الجرح كمان يعني بيحطوا جلوم مخصص بالعملات الجراحية فاحنا الكلام ده يعني فيدعا دينا خالص تمام لنفس الفكرة هنفتح في نفس المنطقة ايه انا جايب نفس الصور عشان خاطر هنفتح في نفس المنطقة الفيديو هتدوس هنا هيوديك الفيديو ان شاء الله وكده هنبقى خلصنا العملية التانية اللي هي تمام كده هندخل دلوقتي على العملية التالتة اللي هي انا عندي دلوقتي مثلا في شفت عملت لقيت فيه عبارة عن حصوات كبيرة فانا محتاج ان انا اطلعها فعمل يبقى هفتح وطلع الحصوات دي تمام يبقى ان انا لاقي جوه ايه ان انا لاقي فيها وان انا ايه عايز اخد نفس الفكرة تمام كده نفس الفكرة تمام الى برسيدور بقى اول حاجة اول حاجة عادي خالص الابراتومي بس هنفتح فيين في منطقة البريبيوبик ريجون تمام كده منطقة البريبيوبك ريجون في الفي ميل والميل برضو نفس الفكرة ولكن هنروح هناخد هنحواركو عدث طورة ان شاء الله احنا بنشرح بعد كده ايه حامل يبقى هفتح هلاقي اول مافتح على طول فانا هنا هفتح فيه في y то من الدورس الول تمام ليه دورس الول اقول ما افتحها هلاقي الفنترول فانا هم افتح يعني في المنطقة دي تمام هلاقي الفنترول فانا اه لما اجي اشتغل مش اشتغل فيها على طول هيبها الناحية التانية ليه بقى قال لك والله لان المنطقة اللي هي الفنترول دي بيبطي بقى اكثر تعرض لليورين والبكتيريا وهكذا فانا عايز ابعد منطقة عن هزير اشياء عشان يحصل ايه عشان يحصل هيلنج بسرعة تمام كده وبرضه في اسباب تانية يعني ده دول كافية نحن نقوله ان شاء الله هو مكتوبين برضو طيب يبقى لحاجة دور سالور بتاع اليونير البرادر فتحنا فيه هنعمل نفس الفكرة بتاعت الجستراتومي بالضبط هنركبته من ناحيتين كده تمام هنجي فيديو برضو هنشوفه ان شاء الله مع بعض وبعد كده ايه هنفتح في النص وبعده نوسع به السيزور بتاعنا وبعد كده ايه نطلع الكونتينت او نطلع اللي موجود جواه او برا وبعد كده نخيط ايه على طبقتين برضو نفس الفكرة هاخد اول الحاجة وبعد كده اخد وراها ايه اخد وراها اه لامبرت او كشن تمام كده عشان ازياد تأكيد يعني وممكن اعمل بواحدة او ممكن اعمل بواحدة ولكن انا برضو بفضل في الحاجات دي انه يتعامل باتنين عشان خاطر الريسك بتاعها عالي يعني تمام بس فهقوم جاء اعمل بالاتنين تمام طبعا بعد كده اروح جايه مخيط الابدومن المصل اه ويه البروتنين بعد كده ايه اه سيمبل انترابتد هاخيط طبعا همه بسيمبل انترابتدال المصل ويه البروتنين وبعد كده اطلقات السب فقط يشوفيم الدك рассكين من برا بسيمبل انترابتد بـ طيبoni طب البص وبرتفكير بقى Yani هعمل ايه بقى كال Prinzip اول حاجة تاخد بالك من ضايت بقى ومش انت توعة كالكيولي بقى في مشكلة في الضايت يبقى لازم تاخد بالك من الضايت ده اللي Incredique للم بيعملش دي الكالكيولي وتفعام كده تبقي عن الضايت زي دراي فود مثلا بيعمل كاكيو لايف. انت مثلا ما تدوش كتير الحيوان او تمنعه اصلا تمام. بعض اللي الحيوانات بتاخدها برضو. اه طبعا مع عدل اللي هي مخاصة للطعم يعني تمام. العظم وال والتويز والكلام ده كله تمام. اه اي تغيير فيه بتاع الضايت هيعمل ايه برضو? هيغير لي. هيعمل فيه 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 يؤدي ذلك انه هيعمل لي الستون تمام? اخد بالك الموضوع ده بتاع البيتش بتاعك. طيب. طبعا زود الووتر اه كونسومشن على قد ما تقدر عشان نحصل لأي منرلز ما يحصل لاشن اكيوميليشن او حاجة وتنزل على الطول تمام? ايه اللي ممكن تحصل في العملية دي? اول حاجة يورو ابدومن تمام? انه هي تفتح منك فتنزل يورين جوه الابدومن تمام? او يحصل تمام كده? طيب. دول اهم اتنين اللي هو الريكرانت انه هو يحصل وبرضو اهم اتنين انه هو يحصل لكارنت لي الكالكولوس في مرة تانية وان يحصل لأي منرلز ما يحصل. طيب. عشان كده انا بتجنب هذا الموضوع بان انا بستخدم في منطقة الدورسل تمام كده? منطقة الدورسل بتاعت الايه? بتاعة اليورين البرادر طيب. اه دي اقل شوية انه يحصل ايه? بس دايما يمنعش مش هتمنع انه يحصل لكارنت انه الحصوة ترجع مرة تانية تمام كده? طيب. الابزوربل البقى هو اكثر عرضة لان يحصل للموضوع ده. طيب. ده البوزيشن بتاع اليورين البرادر في المنطقة دي. بريبيوبك. تمام? هنا كده بفتح فتحها هنا. هنجيب كده على الحيوان صورها على الحيوان. آآ طبعا ده في معي التي تراس بتاع دي بريبيوبك. هنجيب صورة بردو. طيب. سأفتح حتة هنا كده على قد drawings. وطلع ايه? برا. تمام هنا في المنطقة دي كده. طيب. بعد ما طلع ستقل علي الدورس بتاعها. تمام طبعا نفس الخطوات بالزبط اللي احنا عملناها هنا في البداية هنعملها مرة تانية هنا تمام كده اللي هو اول حاجة ناخد وان كوت مش عارف ايه وبعد كده ان روح جاي منه عاملين وبعد كده ان اكسبوزد نبدأ بالمقص نوسع تيشه كده شوية لغاية من اكسبوزد اللينية قلبة وبعد كده ستاب انسيجا في اللينية قلبة طبعا هنبقى مسكين اللينية قلبة رفعينه الفوق كده بالتوز فورسيبس وبعد كده انهم حكسين المسكين وانهم جايين عاملين ستاب انسيجا جوا اللينية قلبة تمام وبعد كده ابدأ اوسع بالسيزورز لغاية ما طلع ايه عامل اكسبوزد اللي انا هلاقيها على طول اصلا قدامي كده بدي قولنا برادر تمام وطلعها برا وابدأ اشتغل فيه بالنسبة للميل بقى في الموضوع مختلف شوية ليه بقى لانه في بيه ناس تمام في المنطقة دي فانا هعمل ايه بقى يعني هعمل ايه هروح كي فاتح حتة هنا كده بالمنظر ده واروح واخد على جنب كده بالمنظر ده الانسيجن بيكون المنظر ده كده تمام كده طيب وبعد كده اروح فاتح هنا كده واروح عامل ريتراكشن كده او مودي البينس على جنب وابدأ بقى ايه الشغل في المنطقة دي عادي خلص تمام كده ده نوع الانسيجن وهمنشوفه فيديو برضه هنشوفه الفيميل ونشوفه ان شاء الله طيب بنسبة الفيميل. اهو اول حاجة اخد اهي. بعد كده عمل طبعا بس مش بقين عمل خلاص. هيبدأ يفتح اهو في الليني قلبه. تمام? طبعا هو مفرد كان نشدها لفوق وبعد كده ايه? نفتح الفتحة بتاعته. اهو هو بيعمل كده دلوقتي. تمام? وهو برضو نفتح بال يعني هو ده عشان محترف او بيعرف فمن قليت شوف كل حاجة تمام? على قد ما احنا عارفين اشتغل. اه نسينا اهم خطوة اهم خطوة فيه ان انا مش هفتح فيها على طول. لا. ده انا مجرد من اطلعها هسحب كل اليورين لجواها. تمام? هدخل سرينجة عادي. واسحب كمية اليورين لجواها كله. كله دي حتة كريتكا لعفكرة اه? لغاية ما يفضي اليورين كله عشان ما يحصلش ايه اه كونتامنيشن وكده للمنطقة بتاعتي. بعد ما يفضي اليورين ابدأ اتعامل بقى. تمام? بعد ما يفضي اليورين لجوا ابدأ بقى يعمل بتاعه من الجنب هنا. وبعد كده يفتح في النصون بازة ما انتم شايفين. ويبدأ ايه بالسيزور مفروض بالسيزور بس هو انا مش هكمل السيزور ها هو هيفتح. يروح كاين يكمل موسع منها موسع منها مطلع الحصوات. تمام? اهو. هطلع الحصوة ايه بالمنظر ده. انا عارف يعني مش احسن حاجة ولكن يعني احنا بنعمل ايه. تمام? طلع الحصوة اهو. بعد كده هيبدأ بقى ايه? يخيط اه 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 زي ما نسألين من شوية. تمام? وبعد كده نعمل ايه? نعمل تمام كده? في ناس ممكن يخيطه واحدة بس عادي يعني. في ناس ممكن هي مداري زي انا قلت. تمام? فاي حاجة انت تتعملها مش تبقى غلط ان شاء الله. اهو يخيط بالمنظر ده. تمام? بس كده هيتأكد بقى ان مفيش ليكش برضو هيحق ان جنبها صلاين ولا حاجة ويبدأ ايه? يدوس عليها. لو طلعت يبقى في ايه? يبقى المنطقة اللي طلعت منها دي هنخيطها هنديه لها برزتين مرة تانية ولا حاجة. بس. تمام? بس كده دي بالنسبة لي الفي ميل. بالنسبة للميل بالموضوع شوية مختلف شوية يعني هو نفس التكنيك ولكن البداية بس هو اللي هيختلف شوية. تمام? انا جبت برضو حاجة يعني يعني نضيفها جد جدا مش موجودة عندنا اغلب الادوات اللي هو بس دي مؤسسا ولكن احنا هنستخدم بالادوات اللي موجودة عندنا لنفس التكنيك. تمام كده? طيب وهيجي في نفس المنطقة دي يعمل تمام? يغطي كده. هيبدأ ياخد الانسيجن بقى. تمام? هو بيقول لك المنطقة له هيفتح فيها تمام? طيب. اهو. قدام. خد خط اهو. وبعد كده رح واخد كيرف اهو. ورح فاتح من هنا. تمام? اهو بالمنظر ده. طبعا هيقابله الفاتل. لسه يعني مش شوية. هو بيستخدم طبعا حاجة حاجة كويسة جدا جدا. اللي هو الاسكاليب اللي هو بيكون فيه يعني بيكوي وهو شغال في نفس الوقت. تمام? يعني مفيش بليدنج. دي حاجة يعني مش موجودة اصلا عندنا ده اه? او موجودة في بعض الاماكين اللي هي مش. ده بقى ده شفط للبلد بدل ما يقعد بقى كل شوية يحط تنبول والكلام القديم بتاعنا ده لأهو ما عنده بيشفط اي كمية بلده تطلع على طول. اهو بيطة هين عشان بقى شوية على طول عشان يباين ليه اللين يا قلبة. تمام? اهو عمل اي بليدنج بيشفطه بالبداعة دي تمام? اهو حاجة تكنولوجيا يعني. طيب اهو نفس الفكرة هوس. اهو فتح 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 اهو الفتحة بتاعته. تمام? اهو هيبدأ بقى ايكسبوز دليل ايه? اهي بره تمام? طلعها. هيبدأ يحط بتاعته تمام? طبعا هو لما يهي هنا ليه ما سحبش بالسرينجة الاول لانه هو هيسحب بقى ده كده برضو مش موجودة عندنا فهي بديل لها ان احنا نسحب بالسرينجة تمام? يعني هندخل للسرينجة في البداية خالص ونسحب. انما هو بص هيسحب بقى ده كده يعني شفطة كده اول ما يفتح الفتح بتاعته للسرينجة متاعته هيروح مدخل شفط تسحب كل الميارات والشفط اللي هي للعصائية المركبة دي. هو شفط دلوقتي كل حاجة. دخلها دخلها هي وشفط كل الكنتينجة. تمام? اه يعني هو طبعا عملها عشان ما فيش اي حاجة تنزل جوه. بالسرينجة اللي تاولوا الكلام ده. طيب. هو طلع الكلكولوس اهو. هيبدأ بقى يخيط يقفل مرة تاني. تمام? بقى يخيط سيمبل كونتينوس هنا ولا? لا ده هو هنا بخيط تمام? يعني بخيط لامبرت. انت ممكن برضو خيط لامبرت بس عادي. احنا قلنا هي مداري. تمام? هو هيرجع عليها تقريبا? ولا هيفل على كده? هشوف اهو. ده هو هيفل على كده. تمام? هو هقفل هو. هيبدأ هتأكد من مضوع الليكيج دلوقتي. تمام? هو هناش شف. تمام? هو متأكدش ليه من مضوع الليكيج. لا لا هتأكد اهو. هتأكد. اهو اهو. اهو. تأكد ان فيش ليكيج خالص. هيروح جاء ايه? مدخلها مرة تانية جوه. ما كان الصحيح. ويبدأ بقى ايه? يخيط مرة تانية. تمام? اهو خيط الاتنين مع بعض اهو بالمنزر ده. وكده هياخد اهو. سيمبل انترابتد. بعد كده الصاب كارت. طبعا هو هيخيط خياطة كده يعني اهو. هي الصاب كوتيكولر اللي ايه? كوزموتك دي. تمام? اهو شوف. راجل افل اهو دي نزل فل. خلاص كده. ده كان بالنسبة لي الستميميل وي الفيميل تمام?